ما أجمل حركتها؟ أنا أصبح تماماً كالسمكة إذن السمكة تتنفس عبر خياشيمها الدرس القادم سوف نتعرف على كائن حي جديد والآن تعالوا معي أريد أن أريكم شيئاً ما أجمل هذه النباتات؟ ولكن لماذا كتبت أسماءنا عليها؟ أريد من كل واحد منكم أن يحمل النبتة الخاصة به والآن أريد منكم أن تأخذوا هذه النباتات إلى المنزل وتعتنوا بها مدة أسبوع وبعد الأسبوع أريد أن أرى كيف ستنمو لدى كل واحد منكم هل هي تجربة علمية يا أستاذ؟ نعم ولا ستعرفون كل شيء الأسبوع القادم سأضع النبتة عند السرير قرب أغراض التي أضعها في درجي الصغير شيرين أين تضعين أشاعك؟ لا أدري فأنا أترك مهمة الاعتناء بأغراضي لأمي أنا أحب أن أرتب أشاعي بنفسي لقد تأخر الوقت يجب أن أذهب إلى المنزل أتذهبين قبل أن تقولي لي أين سأضع هذه النبتة؟ وكيف سأعتني بها؟ أعتني بها كما تعتنين بأشاعك الخاصة أشياء خاصة؟ ماذا تفعل؟ لا شيء أحاول أن أعرف الأكبر والأطول بينهما هذه النبتة لي انظر لقد كتب عليه اسمي إذن هي لي ملكي وسام ماذا؟ أنت تعلم أنه لا يمكنك الاعتناء بهذه النبتة أعطني إياها وسوف أراقبها وأعطني بها كلا هي لي وسوف أعتني بها أنا نبتة وسام أكبر وبعد أسبوع ستكون أكبر هذا ليس أدلا يجب أن أذهب الآن إلى المدرسة يا نبتة الجميلة سوف أعود في المساء أرجوكي إكبري كيف حال نباتاتكم الآن؟ لا أدري لقد تركت أمر العناية بها لأمي لا أدري من أين أتى المعلم بفكرة النباتات هذه أنا لا أعرف كيف أعتني بها سأكتشف السر اليوم أي سر؟ لا شيء اشتقت لنبتتي هي ليشت لك هي للمدرسة لا لي لي كتب عليها اسمي وأنا التي أعتني بها فهي لي إذن كباقي أشياء التي أعتني بها وأحافظ عليها ماذا تأكل حيدا؟ إنها حلوة لي كتب عليها اسمي لماذا صفرت نبتتك يا وسام؟ بصراحة لقد أراد حسام أن يأخذ نبتتي ويعتني بها لذلك خبأت النبتة في خزانتي حتى لا يجدها هكذا إذن بدل أن تعتني بالنبتة الخاصة بك أخفيتها حتى لا تشارك بها أحداً وكانت النتيجة أن ماتت النبتة ولم تعود لك أو لأخيك ما هذا يا حسان؟ لقد لا تكمل لقد أخرجت النبتة من الأصص كعادتك في تفكيك الأشياء وتخريبها أليس كذلك؟ أعرف ماذا ستقول لم أعتني بها ونسيت عن أسقيها أحسنت يا شيرين أخبر الفصل كيف اعتنيت بالنبتة؟ بصراحة يا أستاذ لا أعرف لقد تركت أمر العناية بها إلى أمي أنا أعرف يا معلمي عندما نمتلك شيئاً يجب أن نتحمل مسؤوليته وأن نعتني به حتى نستحقه لذلك النبتة الوحيدة التي سيبقى عليها اسم صاحبها هي نبتة هيفا وسوف أضعها في المختبر هيا يا هيفا اختار مكاناً مناسباً للنبتة سوف أضعها هنا حتى يراها جميع الطلاب وحتى ترى الشمس والعصافيق أنا أحب أشيائي ولكن أحب أن يشاركني بها الآخرون لا ألقي أبداً أوراقي كتبي أحفظها وأشيائي حقيبتي ملابسي وحذائي كلها أبقيها مرتبة في أماكنها منظمة أسعد أمي وأساعدها وحين يزورني أصدقائي يعرفون أني أعتني بأشيائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر